عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع مسؤولي شركتي تيدا وشينشينج الصينيتين لاستعراض مشروع انتاج مواسير الزهر وصناعة الصلب باستثمارات تبلغ ملياري دولار بمنطقة تيدا ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الدولة تدعم وترحب بهذا المشروع الكبير مضيفا أنه سيتابع مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس كل الإجراءات الخاصة بالحصول على الأرض والرخصة والمرافق للمشروع